اشتركوا في القناة 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 انا مبغيتش نضير القرفة حيث ولادي ما كتعجبوهمش القرفة تقدرو تعودو الباني بالقرفة وهناي كنضير حتى الحشوة ديالنا رشا ديال الملحة وكينزيت شوية ديال المازهر كيف ما كتلاحدو هنا واحد مع القولة الجوج كنخلطها مزيان ما تكتروش من المازهر حيث هو اللي كينشف لنا العجينة عفو اللي كينشف لنا الحشوة من الدخل ديال الحلوة ما تكتروش ونهي كنحاولو نخلطهم مزيان هذك العناصير كاملين هنهي بعد مما خلطهم البنت ضروري هاد نديرو فاستح العامل ونحاولو ندلكوها بش هكدا تكون عندنا الحشوة مع الكامل الدخل ديال الحلوة ديالنا وعو تاني لكينشي حاجة قاس حاول موهم في الضمار ولا موهم ندلكوها مزيان صافي الحشوة ديالنا هي واجدة غادي ندون ندو بش هكدا نكورها من هي كيف ما كتلاحظو كنديروهم كنكورهم بها الطريقة هذي كنديروهم شوية نمو ويمكن انكت عجبني تكون شوية الحشوة فيها كتير اشي شوية ومن بعد اللي غادي نعمرهم إلا شرنا هومارة كبارة نقدرون نقصو أنا غادي نستمر حتى نكمل هنهي البنت بعد ما كملت وحتى العجينة ديالني كورتها بها الطريقة هذي من نسبة العجينة كتكون شوية كبيرة على الحشوة كنحاولو غير بيدينا هكدا نضغطو في الوسط ديال العجينة ممكن نديرو هذي كتمر ديالنا واللوز المهم ديك الكوكا واللي خلطنا نحاولو نجمعو العجينة المهم اللقيتو بها إلا جمعتوها لقيتو العجينة كتيرا رك تحيدوها صافية أنا غادي ندير هذي الطابع ولهاد القطاعة طريقة ساهلة أو الحلوة كتجي لديدة بزر كنتمنى إن شاء الله تجربوها كنحاولو نضغط مزيان باش العجينة ديالنا تاخد لنا الشكل ديال القطاعة ممكن فما كتلاحظو الشكل ديال هكي يجي أزوين أي قطاعة عندكم اللبنة تقدروا تستعملوها ماشي ضرورة تستعملو هذي طريقة ساهلة المهم بكل شاركة إذا ما أباين في الفيديو ما كان نحتاجه وش نديرو فرينا حيث عندنا العجينة ديالنا في هالزبدة أنا غادي نستمر راحتين نكمل هنا هي بعد ما كملتها البنات درتها في الطاوز خنط الفران ديالي عن المية و سبعين داراجة كيف ما كاتلاحظو غادي ندخل هالفران حتى طيبلينا مزيان ما يموسو خطو طيبلينا من تحت و الفق كتكون لها شوية غير سبقا كده مهم لغير تتحمل لها شي شوية هيا الحلوة ديالنا البنات بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتلاحظو طبا غادي نرش عليها شوية ديال السقار السقيل اهو شكل نهائي ديال الحلوة ديالنا و كنتمنى ان شاء الله من الإعجاب ديالكم كتجي البنات زوينة بزاف كتجي رائعة ان شاء الله هلا جربتوها غادي انا متأكده غادي تعجبكم و كما كتلاحظو كتعطينا واحد الكمية تبارك الله كبيرة و الحلوة راه كبيرة بزاف ماشي زعماشي حلوة كده صغيرة انتوما كتلاحظو من الداخل كيف هاش كتجي ديال الحوشوة كتجي رائعة و الحلوة ديالنا البنات شوفو كتفرتت كده غير تضغطي عليها كده بسبعي و صافي كل حبة كت مشي بوحدها كنتمنى الفيديويني الإعجاب ديالكم متنسوناش باللايك بجتزيد وتشجعونا وتختجوا لفيديو مع الأحب والعائلة والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله